اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الهجوم الاعنف لحزب الله وبريطانيا والمانيا تؤيدان ضبط التصعيد والحكمة بعقوبات على ايران لتهدئة اسرائيل قطر تعيد تقييم وسطتها وترفض المزايدات الاسرائيلية وفي ذات اليومية يومية القدس العربي التصريحات الهدامة ضد الدوحة غير مقبولة وفيها بنكفير يسعى لتغيير الوضع القانوني للقدس في حد للوصاية الهاشمية او في تحدي للوصاية الهاشمية وفلسطين تندد قناة اسرائيلية بايدن ودول عربية يبحثون سيطرة الناتو على غزة ومن غزة ضربة اسرائيلية قضت على خمسة الاف من جنة اطفال الانبيب استهدفت مركزا طبيا في القطاع وانهت احلام ازواج يعانون مشاكل في الخصوبة الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة العربية الجديد وتطلعون فيها تصميم اسرائيلي ووعيد ايراني رئيسي اي عمل اسرائيلي ضدنا وان كان بسيطا سيقابل برد حازم وقوي نتنياهو نتخذ قرارات بانفسنا وتل ابيب ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها فيها ايضا وزير خارجية المانيا وبريطانيا يدعوان الى ابقاء تصعيد عند الحد الادنى انكسار الاسعار في غزة لا يبعد الجوع ولا نقود للشرارة المنشد بيت حنون اطلال وتهجير فبعدما عاد مهجرون من بلدة بيت حنون شمالية غزة الى اطلال منازلهم التي دمرت يعاود الاحتلال تهجيرهم مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات وكذلك القصف حيث اجبر الاحتلال الاسرائيلي العائلات التي اعادت الى بلدة بيت حنون في قطع غزة بعد هدوء نسبي على التهجير مجددا وسط اقتحامات واعتقالات وقصف الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة القبس الكويتية وفي صفحتها دولية تقرؤون الصهاينة امام خيار صعب اجتياح رفح ام الرد على ايران واشنطن ابلغت زعماء يهود التصعيد مع ايران ليس في مصلحة احد مسؤول امريكي يقول ان ايران سترد وسيكون من الصعب تكرار النجاح الذي حققناه السبت الماضي وفيها ايضا تهران تحتفل بيوم الجيش متوعدة بضربة اقوى ولا عصر اضرب واهرب حزب الله يشن هجوما مركبا على موقع عسكري صهيوني وسواريخ ومسيرات استهدفت عرب العرامشة وعصابة ثمانية عشر جنديا عشرة الاف جندي صهيوني سيواجهون ازمات نفسية بحلول سنة الفين وخمسة وعشرين معظمهم يعانون اكتئابا وتبولا لا اراديا الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة الاخبار اللبنانية والتي تقرؤون فيها العدو في الشمال ايام صعبة المقاومة تتجاوز منظومة الانذار وتصيب المنشد في الصحيفة يقول اسرائيل ايران دوامة الرد المؤجل تهران لتل ابيب التصعيد بالتصعيد والتفاف ايراني حول استراتيجية الردع حزب الله ينهي مفخرة حانيت لا عدسات لاسقة بعد اليوم ثلاثة وثمانون عاما من الاستيطان واثنتين او اثنين واربعين عاما من اقول من القصف او اثنين واربعين عاما من الانتاج عفوا المشاهدين الى جريدة اخرى والختام بجريدة العرب القطرية والتي تقرؤون فيها ايران تستعرض قوتها الساروخية ونتنياهو يلمح بالرد الغرب يدعو لضبط النفس وفاة الاف الاجنة بمركز لاطفال الانبيب بغزة في قصف اسرائيلي وفيها موسيقى واغاني برفح اطفال يخترقون جدار الحرب بضحكات بريئة حزب الله يساعد بثماني هجمات على مواقع اسرائيلية بهذا مشاهدين نأتي باياكم الى طي اوراق معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على حسن الاسغاء والمتابعة نلتقي بالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة